السلام عليكم أخواني الأعزاء ومتابعين الكرام الخدر في أطراف الأصابة أو في أطراف أصابع الرجلين هو عبارة عن إشارة لسوء حالتك الصحية فمطلوب منك أن تفهم شنو اللي صار وشنون تقدر تتخلص منه بأبسط الطرق في هذا الفيديو أوضح لكم الحقائق التي كانت مخفية عنكم والطرق والحلول التي تمكنكم من التخلص من هذه المشكلة الشائعة وبأبسط الطرق فقط عليك أن تركز في فهم تنظيم المعلومة وتسلسلها من حيث الدورة الدموية والأوعية الشعرية والأعصاب ووظيفتها وترابطهم معا سأبدأ بالدورة الدموية التي يجب أن تتحرك في الجسم بشكل منتظم وسلسل لماذا؟ لأن الأوعية الدموية تنقل مكونات الدم إلى جميع خلايا الجسم لتغذيتها وإمدادها بالأوكسجين وبنفس الوقت تخلص الجسم من الفضلات وثاني أوكسجين الكاربون عن طريق الشرايين والأوريد تبهوا أخوان على هذه الصورة اللي بالوسط بالضبط هذه الدورة الدموية وتمثل في نقل الدم القليل الأوكسجين إلى الرئتين ومن الرئتين يروح يرجع إلى القلب ويبث إلى جميع أنحاء الجسم لتزويد الجسم بما ذكرنا بالتغذية وإمدادها بالأوكسجين يوجد شيء مهم جدا في جسم الإنسان اللي هو هاي اللي يسمى كابيلارس بالإنجليزي قول كابيلاغن بالألماني هذه هي الشبكة التي يتم فيها التبادل كل شيء يحمل الدم هذه هي عبارة عن شبكة جدا دقيقة أوعية دموية جدا دقيقة وهي تعتبر أصغر ما موجود في جسم الإنسان من خلال لوعية دموية هذه الشعيرات الصغيرة لاحظوها هذا الوريد يجي مننا الشريان يجيب الدم البيو أكسجين ويصير التبادل هنا هذه موجودة في كل الخلايا لكن أهمها تلقى موجود بالرئتين لتبادل الأكسجين وعندك بالكبد لتبادل أشياء كثيرة من ضمنها 500 تفاعل كيمياء ويصدر بالكبد هذا كله يتفاعل وياه الدم ويخرج إلى جميع أنحاء الجسم وتلاحظ هنا كل شيء يصير بالمعدة هماتين يتبادل بين المعدة والكبد بين الأمعاء والكبد يعني حالة جدا معقدة لكن أنت تقدر بس تنظمها شوي على مود يسهل عليك فهمها وكذلك في الكليتين يعني هذه الشبكة هذه هنا عندك الأذرق وهذه عندك الأرجل اللي هو صميم موضوعنا اليوم دا تلاحظون أنه كل التبادل اللي يصير في الداخل هو قريب على جسم الإنسان وقريب على القلب لكن الأطراف لاحظوا أخوان الأطراف الأطراف بعيدة عن القلب وبعيدة عن داخل جسم الإنسان فهذه الشبكة موجودة في كل أصبع في الأذرق يعني راح يصعب على الدم دفعها إلى أبعد نقطة وإرجاعها إلى القلب نفس الشيء هنا بعد المسافة راح يصعب العملية وهنا راح يصير تبادل هذا التبادل ينحكم في ثخن الدم ينحكم في الحرارة ينحكم في البرودة ينحكم في الأمراض اللي في جسم الإنسان ينحكم في الضغوط وارتفاع الضغوط ينحكم في كمية السكر ينحكم في كل شيء موجود بالدم يعني حالة جداً معقدة لكن تتمر كلها من خلال هذه الأوعية الدموية الشعرية شمية شعرية لأن صغيرة أهم شيء أنت هنا لازم تعرفه إنه في الدماغ وفي القلب لا توجد هذه الشبكة وتسمى الشرائن والأوريدة الوظيفية موجودة في الدماغ والقلب أي بعد ستين دقيقة تموت الخلايا إذا لم يصلها الدم يعني لاحظوا أخوان هنا هاي الوظيفية نفسها موجودة بالدماغ يعني ماكو ترابط ماكو شبكة إذا هنا صار أي إشكال في عدم توصيل الدم من هذا المكان هذه الخلايا الموجودة هنا ستبدأ تموت خلال ستين دقيقة فهذا يسمى الوظيفي موجود في الدماغ وموجود في القلب في القلب إذا صارت هذه الحالة تسمى بالألماني أما إذا صارت بالدماغ عدم موصول الدم لهذه بعض الخلايا تبدأ تموت يسمى بالألماني يعني هذه الحالتين مشهورة ومعروفة للكثيرين لكن إحنا موضوعنا اليوم هو أطراف الأصابع يعني إذا ما وصل الدم في هذه الصورة لاحظ أطراف الأصابع ما راح يصير بيها؟ راح تبدأ الخلايا هنا هم تموت أو تنحصر أو تضايق أو يتغير لونه هاي حالة مرضية تسمى ظاهرة موريس رينو هذا المخترع ما لها هو فرنسي فإحنا نريد نوضح لك هنا أهمية صحة الدم وعدم ثخنة على الدورة الدموية وخدر الأطراف أو وخزها مثل ما قلنا البرودة العبدور الحرارة العبدور ثخنة دمي العبدور الأمراض اللي تحملها الدورة الدموية العبدور ارتفاع السكري العبدور ارتفاع الضغطي العبدور كل هاي مؤثرات فإنت من تدفادها راح تبدي تشتغل بالدورة الدموية بصورة صحيحة وتأمن حدم وصولك إلى هذه الظاهرة اللي هي تعتبر ظاهرة متطورة مرضية فإنت تقدر تدفادها شنستفاد من هذا السلايد اللي إحنا سيسوينا إنه وظيفة الدورة الدموية هي التغذية والتنظيف يعني توصل لك التغذية وتأخذ الفضلات فإنت حاول أن تطيه الدافع الجيد بشرب كميات من الماء كافية تقليل السموم اللي تأكلها يعني من خلال بعض المواد اللي أنت تأخذها تقليل الكحول تقليل المدررات حاول تزيد من الخضروات والفواكه تأخذ فيتامينات على مود تصير دورة دموية بصورة صحية وتتفادئ أنت جزء كبير من الخدر بالأيدي أو الوخز أو بالأطراف اللي جايك من الدورة الدموية أخواني الأعزاء بهذا السلايد أحب أوضح لكم وظيفة وعمل الجهاز العصبي بصورة مختصرة طبعا هو هذا موضوع جدا معقد وإحنا ما نقدر هسه كل التفاصيل نحشيها بس راح ناخذ من الجهاز العصبي اللي يخص موضوعنا اللي هو خدر الأطراف والوخز اللي يصيبها فريد نعرف شنون يتكون هذا الجهاز العصبي وش نقدر نستفاد من المعلومات بهذا الفيديو طبعا جهاز العصبي يتكون من الدماغ والنخاء الشوكي والأعصاب المحيطية يعني هنا عندنا الدماغ عندنا هنا النخاء الشوكي وراء التوراكال يبدأ يتحول إلى أعصاب ينتهي النخاء الشوكي هنا فكل الأعصاب الخارجة منه ورايحة للأطراف تلاحظوها أو رايحة لهذا تعتبر بيريفيرال نيرف سيستم يعني الأعصاب المحيطية يتكون الجهاز العصبي المحيطي من جزئين مهمين اللا إرادي والجسدي الإرادي الذي يخص الحركة يعني اللا إرادي يروح يشغل أجزة جسم الإنسان هذا مهم نرجع له بغير موضوع لكن احنا ناخذ هسه اللي يخص الأطراف أما النبضات العصبية فهي ذات طبيعة ألكترونية هسه خلينا نفهم شنو علاقة الألكترونيات في الأعصاب وبيش يتفيدنا ومين ناخذ هاي الألكترونيات على مدن حسن وظيفة عمل الإعازات العصبية يعني لاحظ أنه أنت في جسم الإنسان موجود تقريبا مئة ألف مليون خلية عصبية ترسل الإعازات من جهة إلى جهة أخرى بدون أن تتلامس يعني أظمة الرب فضيعة في هذا العلم اللي هشون يعني صار هذا الجهاز معقد بهالقد عدد خلايا كبير وميت لامسا بس يوصل الإعازات من جانب المبث إلى المستلم راح أوضح لكم إياهنا شيء مهم لازم تعرفه إنه الجسم ينطي إعازات إلى الدماغ والدماغ ينطي إعازات للجسم يعني الإعازات العصبية تروح باتجاه واحد ما تقدر ترجع فلهذا أكو عدة أنواع من الخلايا العصبية اللي من ضمنها motor neurons sensory neurons أو inter neurons هذه مختلفة لكن أهم شيء عندك هنا هي motor neurons اللي هي أكثر شيء في الجسم تستخدم يعني نبدي إحنا شنون تروح الإعازات العصبية وتدخل من ضمن النيرون وتروح إلى الدماغ أو تطلع من الدماغ للجسم راح نختصرها إحنا بكلمة اسمها action potential هذا الaction potential يعني تخلي بين قوسي يقول nerve impulses يعني الإعازات العصبية هسا نريد نعرف شنون تشتغل الإعازات العصبية وبيش نقدر نفهمها ونطبقها بحياتنا أول شيء أنت عندك هذا الأكسون اللي هو هذا الجزء من الخلية العصبية هذا فيه داخلها دائما يكون ناقص 70 ميلي فولت ميلي فولت يعني واحد بالألف ميلي فولت يعني ناقص 70 فشيء جدا قليل لكن هو الإلكتروني هذا الناقص في الداخل تجيك أيونات في الخارج خارج هذا الغشاء أو خارج جدار الخلية فشيصير عندك هنا عندك يصير positive وهنا يصير عندك negative عندك الصوديوم بلوس 2 البوتاسيوم بلوس 1 الكاليسيوم بلوس 2 كلورايد ناقص 1 فإحنا شنو نعرف هسه شنو اللي يسوي طبعا ال positive رح يدخل اللي هنا لأن هذا polarized يعني استقطاع فمن يدخل الصوديوم رح يكون إيجابي أكثر من السلبي فيتحول تتحول الفولتية 30 إلى زائد 30 هاي الفولتية المحتمدة لحركة العصاب يعني هذا يسمى polarization وهذه الحالة اللي تغير بيها من ناقص من سالب إلى موجب تسمى depolarization طبعا هذه الحالة تدفع الإعازات الأصبية اللي بيها الإعازات الإيجابية إلى الأمام حتى تدخل وتوصل نهاية المبث هذا نهاية العصاب المبث تستلمى المرسلات الكيميائية اللي تسمى chemical transmitters تيجي تساعد هذه الإعازات أن تخرج من هذا الجدار فيسمى pre-synaptic membrane هذا pre-synaptic membrane هو عبارة عن طريق يدخل من الأيونات وتطلع من الأيونات اللي هي كلها إعازات عصبية هذا المجال اللي بيناتهم في مادة اسمها synaptic gab هي المادة synapia اللي تساعد لدف الإعازات العصبية لدخول post-synaptic membrane brain فمن راح تفتح راح يدخل وتستمر الإعازات بهذه الطريقة يعني لاحظوا أخوان هذه المعادن اللي هي صوديوم بوتاسيوم كاليسيوم كلورايد شنو تأثيرها على حركة الإعازات العصبية اللي تروح للجسم من الجسم إلى الدماغ أو من الدماغ للجسم فإحنا هنا نريد نوضح هذه الحالة على مودة تكون عندك واضحة إنه الجهاز العصبية يستخدم الوسائل الكهربائية والكيميائية لإستقبال وإرسال الرسال لكن باتجاه واحد فقط يعني مثل ما قلنا هنا يطلع يروح للدماغ أو من الدماغ يروح للجسم ماكو شي اسم راجعة هنا أحب أنا أوضح لكم شغلة إضافية وهي مهمة بموضوعنا إذا صابك ألم هل رح يغير شدة الألم رح تغير الفولتية لا ما رح تتغير الفولتية الفولتية رح تبقى نفسها أكو لا لكن أكو عد بالعلم إحنا نقول عليه Frequency Coding Frequency Coding هذا يعني شنور رح أسمعك إذا صار انطخت إيدك وصار عدك ألم بسيط رح الإمبولسز تندز واحد بالثانية كالآتي لكن إذا صار عدك ألم قوي بإيدك رح الإمبولسز تزيد يصير مثلا خمسة أو ستة بالثانية طبعا هذه الحالة هي شائعة ولهذا زيادة الألم تولد عندك نرفز ليش لأن الإمبولسز قامت تصير أسرع صارت تحت سترس تحت الضغط وهذا ممكن يأثر عليك بالمستقبل ويأثر على حالتك النفسية لكن أخوان انتبهوا لي على هاي الحالة اللي رح نجيها بعدين شنو هاي الأيونات ودورها في تحريك الإعازات العصبية كالصوديوم والبوتاسيوم والكاليسيوم والكلورايد وغيرها من عناصر أخرى ممكن هم تلعب دور بهذه ال action potential أخواني الأعزاء في هذا السلايد رح أوضح لكم الأضرار المرضية والغير مرضية كما عرفنا الآن من شرح وظيفة الدورة الدموية والأحصاب المحيطية نوضح هنا التفاصيل الدقيقة وكلاتي تلعب الدورة الدموية الدور الكبير بنقل التغذية إلى جميع خلايا الجسم كذلك نقل الفضلات لتطرح عن طريق الخروج والإدرار إلى الخارج أما إذا لم يستطيع الجسم طرح الفضلات إلى الخارج فسوف تبدأ الأضرار تبهوا الأخوان التسمم من يبقى بالجسم من طرح الفضلات إلى الخارج رح يصير التسمم بالجسم فإحنا نريد نركز على هذه الحالة إن السمنة تعتبر من أخطر ما يحصل في الجسم لأنها تسبب ارتفاع بنسبة السكر والدهون بالدم وهذا يرفع الضغط على الشرايين والقلب ويضعف إيصال الطاقة إلى الجسم خلايا الجسم إن نسبة ارتفاع السكر بالدم تأتي بعد تشبع المخازن الموجودة في الجسم اللي هي الكبد والعضلات السكر يخزن في الكبد والعضلات لهذا نقول إحنا روح العب رياضة على مود تفرغ المخازن مع العضلات حتى الكبد يبدأ يحول إليها ويخفف الثقل العلي من تخزين السكريات فإن ازدياد نسبة السكر في الدم سوف تخدش الأوردة والشرين من الداخل وخصوصا الدقيقة الصابع اليدين والأقدام يعني الأطراف اللي حتشينا عنها اللي قلنا كابيلاريس هذني هن الشبكة الدموية الشعرية لأن دقيقة راح السكر يفوت بالداخل ما لها ويبدأ يخدش بها فيخليها تصير جدا حساسة ويضعفها وفي حالة النوم سواء يخفت القلب وتتجمع كمية الدم في الأطراف هنا سوف يضعف دفع الدم وسحبه لأن الدم مثخن ولا يمر بالأوعية الدموية الشعرية بسهولة ومن هنا يبدأ الخدر في العيدي بصورة خاصة في النوم أما إذا نام الشخص على ذراعه كما موضح بالصورة على اليسار في العسفل يمنع جريان الدم ويضغط الأعصاب عندما يصح الإنسان يجد الخدر المزعج في يديه لكن سرعان ما يتغير الوضع بمجرد تحريك العيدي إلى الأعلى وهذه هالة يعود الدم إلى الجريان يعني هاي مو حالة مرضية تنمت على إيدك صار أكو ثخن بالدم قام ما يوصل التبادل بالأطراف صار غير جيد مجرد أنت تقعد وتحرك إيديك شوية تهزه يختفي كل شي فما رح يصير حالة مرضية أو ضرر كبير أو هذا الشخص اللي قاعد على بالمرافق يعني أنت تقرأ جريدة بهذا المكان يعني أنت رح تصير عندك وراء خمس دقائق إلى عشر دقائق ضغط على الدورة الدموية النازلة على الأرجل أو على الأعصاب فرح يختفي الدم من تقوم تمشي رجليك خدران رح تطول لها فالدق 3 دقائق إلى 5 دقائق حتى يروح الخدر وترجع الدورة الدموية وإلي إعازات العصبية تسمى الدوالي الصورة باليمين إلى الأعلان تبه عليها وهي ضعف في صمامات الوريد التي من مسؤوليتها التقلص حتى تدفع الدم الغير مؤكسد وتعيده إلى القلب يعني هاي بالأوردة بالألماني نقول عليها بالإنجليزي تلفظ هنا تلعب الجاذبية الأرضية السبب الرئيسي بضعف الصمامات هذه حالة مرضية هذه الحالات التي تسبب خدر في الأيدي أو وغزات من خلال الدورة الدموية وممكن أن تختفي بسهولة عند رفع الأرجل والأيدي إلى الأعلى وهزها قليلا لكن مو الحالة المرضية تجمع الدم إذا لم يكن هاي الحالة المرضية التي قلنا عليها الدوالي سوف يرجع الدم بسهولة كحالة النوم لكن مرض السكر يعتبر من أشهر الحالات المرضية التي تصل بها الخلايا إلى حالة الموت وعدم الشفاء في حالة الجروح وكذلك 50% من المصابين بمرض السكر تتطور عندهم الأضرار العصبية في كل الخلايا العصبية في الجسم وأشهرها الأقدام وكما موضح بالصورة أدنى لاحظوا هاي الصورة على اليمين إلى الأسفل شنون الأقدام قام ما يوصل لها الدم بسبب مرض السكري وتعاكل الشرايين والأوريدة إلى أن يبدأ يضمحل أو يصير بيضمور العصب إلى أن يفقد الإنسان الإحساس به يعني ممكن هو يمشي يقوم ما يحس برجلية أو بالبداية تسبب لخدر كامل بالأرجل هس إحنا هنا نريد نحتي بالأعراض والمسببات خلي نعرف شنو اللي يدل اللي إنه أنا صارت عندي هاي الحالة المرضية على مود أبدي أعالجها الحالة المو مرضية عرفنا إذا تنام على إيدك تقدر إيدك ما رح تصير بيها مشكلة إذا قعدت بالمرافق لفترة طويلة تقرج أريدها ما رح تصير بها الدم لأن الدم ثخين شوية ما يكون مشكلة ترفع رجليك بس تزر رجليك شوية ينزل الدم لكن الحالات المرضية نعرف هس وشنو أعراض ها اللي خليك تعرف أنه عندك حالة مرضية لازم تراجع شخص مختص على مود يوضح لك المسببات الأعراض هي عدم تحمل الحرارة فقدان السيطرة على الإدرار تقوم ما تقدر السيطرة على الإدرار مالك فقدان الإحساس بالأطراف وضعفها يعني تقوم مثلا شايل يوقع من يدك أو فتقلم يوقع من يدك خدر ووخز بالأطراف الشعور ببرودة أو حرارة بجلد الأطراف فقد الإحساس بالأطراف المزمن يعني أنت تفقد الإحساس بالأطراف أصابعك أو أصابع رجليك الأعصاب اللا إرادية تبدي تتعذي طبعا من ضمنها عدم السيطرة على الإدرار هذا أهم ماتين الأعصاب اللا إرادية مسؤولة وكذلك عندك صعوبة في التنفس كلها الأعصاب اللا إرادية يعني أنت عندك مو بس الأعصاب الإرادية الحركية انظرت وإنما الحسية واللا إرادية انخفاض دقات القلب والشعور بالتعب والإعياء هاي كلها الأعراض تخليك تعرف أنه أكون خلل عندك في هذه المشكلة فعليك أن توضح بصورة صحيحة المسببات هي نقصان العناصر المهمة في الجسم مثل كاليسيوم ماغنيسيوم فيتامين دي فيتامين بيتولف وفيتامين اي الأمراض وخصوصا السكر والضغط والتفاع الدهون في الدم أسباب خارجية مثلا مشاكل عمول فقر أو المفاصل التغذية الغير متوازنة وقلة شرب المياه قلة الحركة وعدم التعرض لأشعة الشمس النوم الخاطئ وقلته هذه الأعراض والمسببات وضحناك إياها لاحظ بالصورة الأخيرة اللي بالوسط شون النوم الصحيحة تكون كل من يقول لك نام على جودلية أو نام على شي حاد هذا مو صحيح لأنه يصير تقوّسات بالعمود الفقري ويبدي يأثر على أعصاب أنت لازم تنام النوم الصحيحة والوقت الكافي على مو جسمك يعيد شفا أخواني الأعزاء في هذا السلايد أحب أن أوضح لكم تكملة الفيديو معلتنا اللي هي اعتلال الأعصاب المحيطية نحن نحن مثل ما قلنا أنه الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب المحيطية هو كل الأعصاب اللي تخرج من الجسم واللي تقسم إلى ثلاث أقسام عموما أعصاب الحركة أعصاب الإحساس الأعصاب اللا إرادية المسؤولة على الأجهزة الداخلية لجسم الإنسان كما تعلمنا سابقا بأن الأعصاب اللا إرادية مسؤولة عن الأجهزة الداخلية إلى الدماغ عن طريق الإحساس والإرادية مسؤولة على الحركة لهذا السبب يصيب الضرر الأطراف البعيدة عن الجسم ويبدأ بأصابع اليدين والأرجل ومن ثم الأذرع والأقدام ويتوزع بصورة متوازية على الطرفين اليمين واليسار انتبهوا على هذه المرحلة اللي احنا نحشي بيها لما الأمراض تبدي تتوزع الأطراف بصورة متساوية هنا ينتج عن طريق الأمراض وخصوصا السكر أو العدوى أو التسمم يعني من يسمم الجسم مو تسمم اليمين وتبقى اليسر ما من يسمم الجسم كله يسمم لأن الدم ده يبشي بسرعة في الجسم وهذا ممكن أن يؤثر على كل الأعصاب الإرادية واللا إرادية والحسية وهنا يسمى علميا بولي نيرو بارثي هذه الصورة اللي في الوسط أخوان توضح لكم هذا المعنى لاحظوا الصورة الأعلى اللي جو العنوان الإيديين والرجليين لاحظوهن بصورة متوازية هذه دليل على أنه أكثر من عصب في جسم الإنسان مصاب أما في حالة تضرر عصب واحد في جزء من جسم الإنسان فسوف ينقطع التواصل مع الدماغ أي فقدان التواصل وبهذا سوف يفقد الإحساس ويبث الألم كذلك يفقد الحركة بالمنطقة المصابة ويبدأ الخدر والوخز هذه الحالة تسمى مونونيرو باثي تبهوا أخوان هذه على اليمين الإشارة اللي هي مونونيرو باثي يعني هذا مصاب فقط العصب اللي على الإيد اليمين يعني كل خلايا العصبية من العكس إلى نهاية الإيد أما في حالة إصابة أكثر من جزء مثلا الإيد كهذه الصورة على اليسار بالوسط على اليسار يعني هذا الإيد اليمين والرجل اليسار وتقريبا على الرقبة وأسفل الرجل هذا يسمى مونونيرو باثي مولتي بليكس يعني أكو أكثر من جزء مصاب بالحالة هدفنا من هذا السلايد أنه نوضح شنو الحالة المرضية هاي ثلاث صور اللي بالداخل والصور الخارجية الملونة هذه نقول أما الحالات الأخرى فتدخل في مجال الأعصاب وتأثرها بالمحيط الخارجي لها ومن أشهر أشهرها ضرر العصب من خلال الخلال الحاصل في العمود الفقري في المنطقة العنقية أو القطنية هنا تجدون التفاصيل الأسباب وطرق علاجها يعني بنفس الوقت علينا أن لا ننسى الأضرار التي تحدث في العصاب من العوام الخارجية كالحوادث أو إصابة العمود الفقري الضغط المستمر عليه من خلال العجاجات والفرق بطول الأرجل الذي يسبب اختلال التوازن وعدم انتظام الإعازات العصبية في جسم الإنسان عند الحركة أو الانزلاقات الفقرية الغروفية وضرر المفاصل العام أو ضرر مفصل الفقرة وتسمى علميا ريديكولو باثي أو ريديكوليتس أو بين قوسين راديايتين باين هذه الصوتين اللي على اليمين واليسار الملونة لاحظوا أخوان الألم اللي يصير في ضرر بالعمود الفقري تنزل الآلام مالته على شكل خط يعني فقط جذر العصب المضرر هذه المنطقة اللي أنا مأشر عليها أسفل الظهر الغروف طالع يضغط على العصب وينزل على شكل خط وهذا هو المعروف في مشاكل هذا يختلف شخصية الألم تختلف عن شخصية الألم الموجودة في أمراض السكر هذا لازم هنا يبدأ تفريق بياناتهم كذلك أكثر شي تصاب الراقبة هماتين يصير بيها انزلاق هماتين يصير بيها نتوآت بحيث يتأثر على العصب وتأثر كشكل يعني من الجذر إلى نهاية العصب هنا لازم أنت تبدي تشرح لنا من تجي تقول أني عندي الألم يجي خط أو يجي الإيد كاملة كما موجود هنا يعني الفرق يكمن بين مرض خلايا العصب بأكملها كما موجود بال أو إصابة منطقة جذر العصب كما موجود بال التي تؤثر على العصب بألم مشع كما في الانزلاقات الغضروفية المسمى بالعامية عرق النسى وهنا تكمن مسؤوليتنا بتشخيص المسببات وطرق التخلص منها بأفضل وأسهل الطرق قبل فوات العوان يعني إحنا المرضى الأكثر شدة يجونا أو المراجعين هما تنخب وطعدهم الأوراق بين الأضرار اللي تتيجي من البولينيرو باثي والأمراض التي تتيجي من راديكولو باثي فهنان إحنا من واجبنا أن نقول هاي الشغلة جاي من هاي الشغلة وهذه جاي من غير أمراض فإحنا من نجي نقول لك يا بأ أنت شغلتك مويا من الينهاي تعالج عند طبيب الأعصاب أكثر شي يعني إحنا نشتغل ما يخص العمود الفقري ومفاصلة ما داب الأعصاب بعدها ما مضررة هنا كثير من الناس أو بعض الناس ما يفهمون لما نقول شغلتك مويا من ليش يزعل بعض مرات يقول ليش ما تأخذوني هو الأعراض الموجودة عندنا ما تنطبق على الانديكيشن اللي إحنا ناخذه من أجل علاجة في مجالنا لأنه أنا اختصاص عمود فقري إذن لازم يعني لازم أشتغل بس العمود الفقري والأشياء اللي هو جاي يضرر بها العصاب أو يضرر بها العضلات أو يضرر بها كذا فهنا لازم تتفهمون من الأعصاب من جذور الأعصاب والآلام الجاية من الحالة المرضية اللي نحولها على غير مثلا واحد يدزع على طبيب الروماتزم على مودي يسوي لتحليلات يدزع على طبيب الأعصاب النيرولوجيست على مودي يسوي لتحليلات هم الأطباء مع الأعصاب اختصاصهم قياس صحة العصاب بغض النظر عن كل شي يعني أنت رح تحتاج طبيب الأعصاب اللي هو اسمه نيرولوجيست يعني هذول لازم أنت تتابقهم لصحة الأعصاب يعني ماكو مشكلة تروح تسوي لك فتفحص بس مجرد يثبت لك أنه العصاب بيضرر لو ما بيضرر هو اللي رح بالحسابات مالتا وبالقياسات مالتا رح يقدر يقول لك إحنا رح نجي نقدر نقول لك هنا نقدر نشيل لك هذا الضرر أو ما نقدر نشيل كيه فاتفهم رأينا واحترمي لأنه مبني على أساس التعامل بالمصداقية المفيد المختصر بالإنجليزي نقول helpful short hand بس بالألماني إحنا نقول health رايخة kurtz schrift إحنا نريد نعرف شو اللي استفادينا من هذا الفيديو وش رح يفيدنا بالمستقبل لتطبيقه بحياتنا اللي استفادينا أنه عرفنا أنه الخدر يعتبر في أطراف جسم الإنسان المتمثلة بأطراف الأصابع لليدين والأقدام كدليل قاطع على سوء حالتك الصحية يعني هنا من يصير عندك خدر بالأطراف إذن أكو خلل في حالتك الصحية يجب أن تبحث عن المسببات علامة جدا مهمة خلي خدر بسيط يبين عندك أبحث عن المسببات هنا تلعب الدورة الدموية دورا مهما بهذه المشكلة وتبدأ من بسيطة وتتطور إلى خطرة إذا لم تعالج مسبباتها تبهوا أخوان هنا لازم نعرف أنه نبدي علاج المسببات وليس الأعراض في التسكين والتهدئة علاج المسببات يقضي على كل الأعراض كذلك تلعب الأعصاب المحيطية دورا فعالا بأعراض أخرى وبأنواع مختلفة بهذه المشكلة خصوصا بعد ضعف إيصال الإعازات العصبية نتيجة نقص الدور الفعال للكاليسيوم والماغنيسيوم وفيتامين D فيتامين B12 وكذلك فيتامين E هذه العناصر جدا مهمة إخوان لكن انتبهوا أنت عندك الكاليسيوم يفعل عندما فيتامين D يأخذ من الشمس لأنه يفعل كهرمون مو فقط فيتامين العلم الحديث يقول لك هذا يعني مثل الهرمون يعمل كهرمون فأنت من تأخذه من الشمس راح يروح للكبد وراح يروح للكليتين ويفعل بعد ما يفعل يبدي يصير دور الكاليسيوم والماغنيسيوم وفيتامين B وفيتامين E فعال يعني يلعب دور في كل هاي الأشياء ولهذا فيتامين D اللي تأخذه من الشمس هو المهم إن عدم وصول الدم إلى الأعصاب المحيطية يسبب موت الخلايا العصبية ومن ثم يؤدي إلى ضرر العصاب كما في حالة مرضى السكر كذلك تلعب مشاكل عمول الفقر الميكانية كالإعوجاجات الفرق بطول الأرجل الإنزلاقات الغضروفية والفقرية أو استهلاكات الفقرات ومفاصلها دورا كبيرا ليس فقط في إعاقة جريان الدم المغذي للعصب وإنما أيضا بإعاقة الإعازات العصبية مما تؤدي إلى آلام مبرحة تنهك قوى الشخص ومن ثم يصاب بالإعباط والكعابة نتيجة فقدان الأمل وضغط الألم إن الفن في تشخيص المسببات هو قمة العلمية التي يعتمد عليها أي شخص في عمله أما إعطاء العلاج المناسب الذي يخلص الإنسان من معاناته مرضه أو آلامه فهو تاج العلم الذي يقضي المختص كل حياته للوصول إلى هذا النجاح أو كما يقول الألمان من يشافي الناس فهو على حق يعني بالألماني يقول لك بالإنجليزي ترجمتها هنا نتوقع أنه الناس رح تبدأ يتقدر أنه اللي ممكن يطلع بنتيجة إيجابية وبأبسط الطرق فإنت انتبه بأبسط الأثمان وبأحسن النتائج وبدون مجازفات الشخص الوعي ينجح بتنظيم حياته من حيث الهمل والراحة والنوم الكافي انتبه النوم الكافي والمستقر والمنظم يعني أنت تبقى قاعد للخمسة الصبح وتجي تنام الساعة بالتسعة لو بالعشرة وتبقى للخمسة العصر وتريد صحتك الصيزي يعني مستحيل أما التغذية المتوازنة وشرب المياه بكميات كافية هذا يأمن للجسم سريان الدم بصورة صحية الحركات الصحية تحت أشعة الشمس لمدة 20-30 دقيقة باليوم هي ما راح تكلفك هواية بالعكس تزيد لك ضاقتك وتنطيك حيويتك ونشاطك فانت حاول تعمل على هذا الشيء أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم مساهمة مني بنشر الوعي الصحي سوف أنشر أي فيديو يخص صحتكم وحسب طلبكم فاكتبوا لنا احتياجكم وتابعونا من أجل الحصول على المزيد من المعلومات المفيدة تحياتي وتقديري أخوكم دكتور عدنان السمرمد خبير علم الحركة الدولي حامل شهادة الدكتورة بعلوم الصحة من جامعة أتلانتيك انترناشنال PHD Health Sciences Atlantic International University إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب أو Subscribe لتحصلوا على المزيد من المعلومات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر